نقابة المحامين واستطاعت أن تثبت بكل المقاييس والمعايير أنها نقابة حريصة على كل أبنائها وأعضائها واستطاعت أن تقود العمل النقابي في كل مراحله واستطاعتم أنتم شباب المحامين أن تقودوا ثورتين عظيمتين 25 يناير و30 يونيو التي صححت مصار ثورة 25 يناير أيها الأخوة الأعزاء حقيقة أتمنى أن أتحدث إليكم طويلاً ولكن نظراً لديق الوقت وزملائي يرغبون في الحديث معكم فإنني سعيد بهذا اليوم وأنه أول يوم لكم بعد حلف اليمين اليوم تنضمون إلى كتيبة نقابة المحامين وستؤدون اليمين القانونية بعد حضور النقيب سامع عشور بمشيئة الله قريباً وأنتم سوف تكونوا قلعة هذه الأمة وتاريخها ونقابة المحامين تتمنى لكم كل التوفيق والتقدير وعليكم في الجانب المهني أن تتدربوا عند محامي في خلال السنتين القادمتين مشهود له بالكفاءة والأمانة لأن هاتين العامين القادمين هم الذين سيبنيان البنيان القانوني لحضراتكم جميعاً وتستطيع أن تكون محامياً مشهود له بالكفاءة والنزاهة والمحاماة هي مهنة العظماء هي المهنة التي كلنا جميعاً نلتف حولها فعليكم أن تعدوا عليها بالنواجز وعليكم أن تكونوا جنوداً أو فياء لهذه النقابة والنقابة الآن قد تقول لكم إنكم جميعاً أبنائها الأعزاء ونحن لدينا لجان كثيرة سوف تتعرفون عليها في النقابة المحامين وهي تؤدي خدماتها لحضراتكم دون مقابل ونقابة المحامين نقابة عريقة كما قلنا والمحاماة رسالة وليست مهنة يقول رب العزة في كتابه الكريم قل رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي أشدد به أزري واشركه في أمري تلك كانت دعوة النبي الله موسى إلى رب العزة أن يشرك أخاه هارون لأنه كان أفصح منه لساناً في هذه الرسالة بمثابة المحامين فهي رسالة أنبياء فعليكم أن تتمسكوا بها وأقول لكم وأحردكم على التمسك بهذه المهنة لأن العزماء مصر الذين قادوا العمل النضالي مصطفى كامل وسعد زغلول وأحمد عرابي نخابة المحامين التي حلف جاء إليها الزعيم الراحي جمال عبد الناصر وارتدى ثوب المحاماة في قلعة حرياتها نخابة المحامين ستظل هي درع الأمة وأنا أعتز بكم جميعاً وعليكم أن تتمسكوا بالمهنة عشتم للمحاماة وعشتم للوطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته